خلال نروح جوهانس بيرجي أو جنوب إفريقيا نشوف ماذا يحدث مع بعثة النادي الآلي مع زميلنا فاروق صلاح هيقول لنا إيه اللي بيحصل هناك هل من جديد فاروق وحمد الله على السلامة طبعا طبعا الله سلامك كابتال إسلام كل التحية لك كابتال إسلام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان واسمح لك كابتال إسلام يعني أنا استمتعت بمقدمة حضرتك وكلام حضرتك وعايز أخذ من كلام حضرتك الطموح أننا هنا الطموح أننا راجعين من كاس العالم للأندية بالميدالية البرونزية لتاني مرة على التوالي وموجودين هنا بندور على البطولة 11 علشان نرجع كاس العالم للأندية تاني هو ده الطموح طموح يا كابتال إسلام تخلق علشان يرتدي قميص مغطة بالألقاب هو قميص النادي الآلي كابتال إسلام الشاطر واحد من اللعيبة اللي دفعت عن قميص النادي الآلي والطموح دلوقتي يا كابتن إسلام أن حضرتك واحد من أفراد المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي هو ده الطموح يا كابتن إسلام لكن خليني بقى أرجع للمباراة الأهلي وساندونز في دور المجموعات طبعا بعد رحلة طيران شاقة يعني استبرت للعشر ساعات لكن كان عليها كتير جدا من النقاط اللي ناف عندها أن الفريق قفل صفحة مباراة بيرامدز لدى أول مركبنا الطيارة خلاص اللعيبة بالجاز الفني الجميع بيركز على هدف واحد تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق ساندونز لفت نظري أكتر من مشهد في الطيارة كابتن إسلام وعايز زقف عندهم حمد مجد أفشا واحد من اللعبين اللي شفته يعني وإحنا في بداية ركوب الاستقلال اللعبين للطائرة قاعد بيتفرج على مباراة الأهلي وبرامدز فسألته بأفشا أنت بتتفرج عليه أنا بتفرج دايما على كل مباراة بعد ما خلص بتفرج على المباراة بشوف الأخطاء اللي أنا وقات فيهاي عشان ما كررهاش تاني والمباراة التانية بتفرج على المباراة الفريق اللي أنا هلعبه قبل المباراة بيوم الصبح وإحنا في الطيارة برضو يا كابتن إسلام ليتوا بتفرج على المباراة للمرة التانية دي شحصية لقابت النادي الأهلي يا كابتن إسلام ريكوفر والاستشفى اللي اتعمل اللعبين في الطيارة تطالع من تحدي لتحدي 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 لكن شخصية لقيت النادي الآلي كابتن آمن أشرف وكابتن شناوي عمر السلي ورامر ربيع مجموعة اللاعبين الكابتن سادة عبد الحفيز وجود الكابتن حسام غالي مع الدكتور محمد شاوي مع الأستاذ طارق أنديل والدور المهم جدا لكن النقطة الأبرز والأهمة كابتن إسلام اللي أضافت مزيد من الرحة النفسية والاستقرار الفني تجديد عقد مستر بيتسو مسماني لمدة عامين قادمين ده أطفل نوع من الارتح النفسي والسعادة للعبين لكل أفراد منظومة فريق النادي الآلي طبعا وصلنا لمطار جونس برجة كابتن إسلام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف طبعا كان في استقبال بعثة فريق النادي الآلي معالي السفير أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا وأيضا كان موجود عدد كبير جدا من وسائل الصحافة والإعلام هنا في جنوب إفريقيا والتف حول مستر بيتسو مسماني والنهاردة تصدر عنوان تجديد تعاقب مستر بيتسو مسماني اللي عاده مع النادي الآلي كافة الصحف في جنوب إفريقيا كل الأمور مهيئة الاستقبال اللي شفناه اتمنان الكابتن محمود الخطيب على بعثة فريق اللي النادي الآلي بيتابع كل يعني على مدار الاربع عشرين ساعة بيتابع مع الدكتور محمد شاوي مع الكابتن حسام غالي مع السستر أندين مع الكابتن سامير عادلي كابتن الخطيب كأنه موجود معانا في البعثة ده دور مهم جدا طبعا كابتن اسلام مستر بيتسو مسماني فضل أن يده راحا النهاردة للعبين اكتفى طبعا بالركافر والاستشفى في الوقت اللي أنا بكلمك فيها كابتن اسلام في غرفة عمليات شغالة دكتور أحمد أبو عابلة مع اللعبين والتجهيز لتدريب غدا إن شاء الله عايز أقول لك حدك عارف طبعا الغرفة بتاعت الجهاز الطبي ومخطط الأحمال بيتبقى مستمر على مدار اليوم داخل مقر الإقامة تشوف اللعبين التدليك اللي بيتم لبعض اللعبين